اشتركوا في القناة مشاهدة المرأة المطلقة المنفصلة نفسها هي بتتجوز من شخص او من رجل اخر متزوج ده لي تفسيرات كتير جدا ربما ده بيبشرها يعني رؤية عقد قران المرأة المنفصلة على شخص اخر متزوج ده ربما بيبشرها لكسرة الاشخاص اللي بيحملوا مشاعر سلبية للرأي ربما هم بيكونوا بتدبير بعض المكائد والمؤامرات لها من اجل افساد حياتها ده في حالة لما المطلقة تشوف ان في عقد قرانها على شخص اخر متزوج الحلم بالزواج من رجل متزوج للمرأة المطلقة يعني يعد دلالة تحذيرية لصاحبة الحلم او الرؤية بتدولها على حدم اعطاء الثقة لمن حولها وعليها ان تكون هي اكثر خزرا من الاشخاص المحطين بها مشاهدة زواج الرأية من رجل اخر متزوج دون رغبة منها ده بيشير للتعرض لبعض المحن والابتلاقات وعليها ان هي تتحلى بالصبر حتى تتجاوز هذه المحن وتقرب لربنا حس وجل قدر المستطاع لشان ربنا حقالها اللي هي بتتمنى الزواج من رجل متزوج في منام المطلقة بيرمز لكسرة الاعباء الملقاة على العاتق الرأية وبتأثر عليها بشكل سلبي المطلقة زي كان عندها اطفال وشافت في منامها ان هي بتتجاوز من رجل متزوج ده بيرمز لسعة الرزق وقدوم الخير الوفير للرأية وابنائها في الفترة المقبلة مشاهدة الزواج من رجل متزوج في الحلم المرأة المطلقة ده بيدل على عدم رجوعها مرة اخرى لطلقة وابتعادها عنه وللقابت وتفسير حلم زواج المطلقة من رجل متزوج يعني تعرفه ده بيرمز للعيش في سكينة وراحة وراحة بال حلم زواج المطلقة من رجل متزوج من محارمها يعني ربما ان المطلقة شفت ان هي بتتجوز من خالها المتزوج في المنام يعتبر من احلام السيئة اللي بتدل على وقوع مكروه للرأية مثل اقتراب موعد وفاتها والله تعالى واعلم رؤية زواج رجل متزوج من المحارم ده بيشير للوقوع في الحديد من الاحزان والهموم في تلك الفترة الحلم بزوج من احد المحارم للمرأة المطلقة بيشير لتقصيرها في سلة الرحم وعليها انها تقوم بالسؤال عليهم من شخص الاخر خاصة هذا الشخص اللي هي حلمت بيه الزواج من المحارم في بعض الاحيان بيكون علامة بترمس لتطور الامور نحو اه الافضل ويقوع بعض الاحداث الجيدة من ساعة الرزق وقدوم الخيارات الوفيرة لما تشوف في الرأية اه يعني في المنام ان هي بتتجوز من رجل متزوج من المحارمها وبيبدو عليه منامح الفرحة والسعادة ده بيدل على سماع بعض الاخبار المفرحة اللي بتبشرها بقرب الفرج وتغيير حياتها للافضل بإذن الله حبابة الله ربنا ببشركم وكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم اه او رؤية متعلقة بالطلقة ما تنكتبها لنا اسفل الفيديو علشان نفسر لكم فاصل الوقت ما تنسو استشعروا في القناة وتفعروا في القرص علشان قناتكم تشارك باقي قدركم ممكن الناس وللقاء فيديو اخر السلام عليكم وانتظروا